فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض البدن نعم لأن ما هم عليه من الضلال والكفر والعادات القبيحة هذا مرض معنوي ولذلك يؤمر بالوقاية من الأمراض الحسية ويقولون الوقاية خير من العلاج وهذا شيء معروف في الأمراض الحسية فالأمراض المعنوية من باب أولى وهي الأمراض القلوب فإن أمراض القلوب أشد من أمراض الأبدان فإذا كانت الوقاية تتخذ من أمراض الأبدان فإن اتخاذ الوقاية من أمراض القلوب آكد وأشد في هذا الأمر وكل هذا مما يدل عليه حرصه صلى الله عليه وسلم على مخالفتهم لا لأجل أشخاصهم أو أنهم يهود أو نصارى فقط بل لأجل أوصافهم وما هم عليه من الباطل من أجل أن نحمي أنفسنا وديننا أن يتطرق إليه شيء مما هم عليه فإن هذا الدين ولله الحمد متميز وكامل ولا يحتاج إلى إضافات ولا يحتاج إلى إيجاد شيء لم يشرعه الله عز وجل ولهذا نهي عن البدع والمحدثات ومن ذلك التشبه بأهل الكتاب فإنه إحداث في هذا الدين لما يجلبه التشبه من الزيادات في الدين أو النقص من الدين فإن هذا أمر معروف وهو من الصيانة لهذا الدين من أن يتطرق إليه شيء من الأديان المنسوخة أو المحرفة